طيب امبارح بقى وده موضوع مختلف شوية هنرجع نكمل كلامنا اكيد عن النادي الاهلي يعني خلال لحظات بس نتعالوا نروح دلوقتي لموضوع مختلف حبتين امبارح انطلق معسكر منتخب مصر وطبعا في توريا كان حريص كل الحرص على ان يستقبل كل اللاعبين الجدد اللي بينضموا للمنتخب تحت قيادته للمرة الاولى اه دي نقطة النقطة التانية الرباعي النادي الاهلي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومروان عطية ومحمد هاني هم الارباع غدروا بالامس معسكر اعداد النادي الاهلي المقام حاليا في النمسا لينضموا لمعسكر المنتخب المصري خادوا بالفعل اول تمريد ليهم مبارح على استاد القاهرة طبعا ده كان استعدادا لمواجهة اثيوبيا في الجولة الاخيرة في التصفيات الافريقية وبعدها طبعا في ودية مع منتخب تونس كمان بيرسي تاو انضم لمعسكر جنوب افريقيا وقاليو ديانج انضم لمعسكر منتخب مالي واكيد برضو علي معلول انضم لمنتخب تونس واكيد بنتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر وبلعابينا المحترفين مع منتخبته